السلام عليكم ورحمة الله خوتي اشاء الله تكونوا بخير هذا خوتي كما راكم تشوفوا قفزة الصيد البحري طرقنا موضوع هذا خوتي من قبل ونظرا انه كانوا وافدين بزاف جدد معنا نقول له مرحبا بكم ان شاء الله يا ربي يعمل خير حبينا نعود ان طرقوا الموضوع هذا خاصة انه على بالي الأمر متعب شوية باش إنسان يبقى يبحث في الصفحة على فيديوهات وخاصة انك تكون قديمة شوية لذلك حبينا بإذن الله نزيد ونعود ان طرقوا الموضوع هذا نصنعي مديني ما حاجة صحيحة تحمل يد وتمد كمانيا بيدي وكل شيء ومامتون تاني سعر تحملها ما شاء الله موانشار هذي الدير خمسة وثلاثين الف خوة عند كنكايري بس حكون ترحوا تشريوها ملحانة الصيد اللي ترحوا تشوفوه في الانترنت تلقى فيها عالم اللي هنا تاع شركة صيد بحري تلقى هذي دير ثلاثمية وخمسين الف وكثر لذلك خوة دي ما احنا نأكدو على المعلومة لانه المعلومة هي الاساس اما الاشخاص في ذاتهم الله يسهل علي كل انسان كي ما قولو احنا لي تبع المعلومة هامريقو خمسة وثلاثين الف لي تبع الاشخاص السيفلان والسيفلان او لازم يروح يشريها بثلث مية وخمسين باش يهني خاطره وسينهم مقدرش يرقوت في الليل لذلك خوة احنا هذوك الناس ميهموناش والحضورتهم ميشرفناش وماذا بهم يروحوا بلا ما نقولونهم روحوا والله المستعان خوة دائما المعلومة تعالى نشاركوها مع خاوتنا اللي يعرفوا قيمة المعلومة كي ما قلتك مخاوة هذ الفرق بين هذو وبين هذو تاعة ثلاثة مية وخمسين هو في العلامة هذي هذ العلامة خاوتك كيف حكايتها كان شركات منتجة في الصين هما اللي يديروا الانتاج كي ما قولو قفزات هذي وحتى مام كي ما قولو لي كروس لي فيزيد لي بانم كلش الفرق وشي صراء كي يخدموا الشركات هذلي قون يخدمون بدون علامة هكا مبعد كي يخدمون بدون علامة كين الشركات يتصلوا بهم يقولوا لما خدموننا الحساب العلامة تعنا احنا وش حابين الشركة المنتجات يقول لهم نخدم الكم بصح لازم تكون موندي وكثر من الف حبة وطلع هكا الخاوة لذلك مبعد وشي صراء الشركات هذيك اللي عندها العلامة تجارية تكون موندي من الف حبة وطلع مبعد هذو كي يجيبو وليقون تحميو اللي عندهم العلامة هذيك هم يبيعونا بثلثة مية وخمسين بس احنا كي رو عند كين كيري نشريهم بخمسة وثلاثين على هل انه الشركة المصنعة الصناعية هذي اللي تخدم على الكين كيري ميش نفس هذي تخدم في البحار اللي تخدم في البحار دي مضرب في بريف العشرة اما هذي كي تبيحها تالي الكين كيري هي كنت تبيحها له بثلثمية والله كين كيري موش هيشريها واصلا كونسوماتير موش هيشريها لذلك خاوتي ديما كنت لاحظه باللي راهوا السعر بتاع الالالالآ الادات اي ايدات كانت او ديما متعلق بالمجال الاستعمال هذي يا خوالي ذلك 한� instant كيفي يجتهد يبحث علا حويش موش يلازم يبحث عليهم في المجال تchlag الصيد البحري اذا عفون كفي يقولوا لم underestimate ديما خواه ينسى كيف يجتهد يبحث على حويش موش لازم يبحث عليهم في المجالة على الصيد البحري كما ذلك هادو عفوا كيف يقولوا لم القفازات نقدر نلقاهم مثلا في الكينكيري نقدر نلقاهم عند إنسان وحده خلي مجال لي ما عندوش علاقة مع الصيد البحري لذلك خوتي المعلومة هي الأساس وباش نتفادى والأصل تاكل لش هو اللي سكروكري وباش الإنسان دي ما يحافظ على الدرامة والحويش دي أهم الله المستعى الخواه في عفصة جديدة في موضوع جديد و سلام عليكم